موسيقى السلام عليكم نواصل مراجعة التكامل المحدود في وحدة التفاضل الوحدة الأولى لطلبة الصف الثاني العشر الأدبي والشرعي وهيا نبدأ ما هو التكامل المحدود؟ طبعا في المراجعة القابلة أخذنا التكامل غير محدود وعرفنا أن التكامل غير محدود هو تكامل بدون هذه الأعداد الآن نتحول للتكامل المحدود إذن هو تكامل ولكن بحدود إيش حدود يعني؟ عندنا حد أدنى وحد أعلى ألف الحد الأدنى وبال حد الأعلى إذن حسب تعريف التكامل التكامل للمشتقة دالسين من ألف إلى با ما هو التكامل للمشتقة بساوي الاقتران لكن الآن أصبح محدود من وين إلى وين؟ من ألف إلى با يساوي حسب التعريف يساوي قاف البا إذن أولي شيء بعوض بالحد الأعلى ناقص قاف الألف بعوض بالقيمة الموجودة وين في الحد الأدنى إذن هو عبارة عن تكامل غير محدود ولكن إذا حددنا سير في عندنا تعويض إيش التعويض؟ لو عبارة عن الاقتران الناتج بعوض في أول شيء بالحد الأعلى ناقص بعوض في الاقتران بالحد الأدنى واضح التعريف إذن لو أجينا نأخذ أي مثال بسيط شو التكامل من واحد لثلاث لخمس دالسين شو نساوي واحد وثلاث مش مولي ذات شو التكامل لخمس دالسين؟ خمس سين الآن كنا نكمل لما كنا نشفش محدود نحط زائد جي من الوثابة للتكامل لا لا صار عندي الآن قاف السين خمس سين من وين إلى وين؟ من واحد إلى ثلاث وتساوي بنعوض بعد السين أول شيء بثلاث ناقص بنعوض بسين بالحد الأدنى اللي هو واحد خمس يدرب واحد ويساوي خمس طعش ناقص خمسي ويساوي عشرة دير بالك تعوض أول شيء بالواحد ناقص تعوض بثلاث لا أول شيء الحد الأعلى بعدين الحد الأدنى تكامل لا اثنين ثلاثي سين تربيع ناقص خمسي دال السين من صفر إلى اثنين نساء كمان مرة تكامل تكامل عادي من كامل تكامل عادي شو التكامل لثلاثين تربيع ثلاثي سين قوة ثلاث على ثلاث ناقص خمسي سين إذن هذا الاقتران من وين له وين من صفر إلى اثنين اثنين ويساوي شايف تريح من التعويض ثلاث مع ثلاث يلا الآن نعوض بدل سين باثنين اثنين تكعيب ناقص خمسي درب اثنين ها عوضنا محل كل سين بالحد الأعلى لو اثنين ناقص نعوض محل كل سين بصفر سفر تكعيب ناقص خمسي درب صفر ويساوي الجواب ثلاثين تكعيب ثمانية ناقص خمسي درب اثنين عشرة ناقص سفر تكعيب صفر وخمسي درب صفر صفر إذن هذا كله صفر ثمانية ناقص عشرة يساوي ناقص اثنين دير بالك هان دير بالك هان كمان مرة في ناس كثير بطلع ثمانية ناقص خمسة درب اثنين بيقول ثمانية ناقص خمسة ثلاث درب اثنين وهذه خاطئة الأولوية العملية تيش الدرب إذن في التعويض تدير بالك إذن التكامل المحدود كل تكامل المحدود شو بكون جوابه التكامل المحدود شو بكون جوابه عدد حقيقي دائما جوابه عدد حقيقي إذن بعطينا عدد دائما إذن نقدر نستنتج كمان لما خذنا المشتقة شو مشتقة العدد الحقيقي صفر إذن دائما دال صاد على دال سين للتكامل المحدود دائما بساوي صفر انتبع لها هاي لو أعطانا مشتقة أي اقتران مشتقة أي تكامل محدود شو مكان الاقتران هان تعاملش معه مدام هو محدود إذن مشتقة دائما بتساوي الصفر خلينا نشوف الأمثلة من واحد لاثنين لثلاثين تربيع ناقص ثلاثة على ثلاثين قوة أربعة دال سين حل تكامل من واحد لاثنين لثلاثي سين تربيع ناقص ليش كتبتوا السعد يبهون؟ لأنه هاي الحال يقولنا السعد نحولها ثلاثي سين قوة ناقص أربعة دال سين من واحد لاثنين تكامل الآن أو بنقدر نكامل على طول شو تكامل ثلاثين تربيع؟ ثلاثي سين تكعيب على ثلاث ناقص ثلاثي سين قوة ناقص ثلاث على ناقص ثلاث هذا الاقتران اللي كاملناه من وين لاثنين؟ من واحد إلى ثلاثين ثلاث مع ثلاث ثلاث مع ثلاث إذن صار عندي سين تكعيب ناقص في ناقص زائد والسين قوة ناقص ثلاث نحط على صور السين قوة ثلاث تحت من وين لها وين؟ من واحد إلى اثنين من واحد إلى اثنين يلا نعوض لاثنين اثنين تكعيب زائد واحد على اثنين تكعيب لاحظ ناقص واحد تكعيب زائد واحد على واحد تكعيب يساوي 8 زائد 1 على 8 ناقص 1 زائد او كمان 1 اذا الجواب يساوي 8 زائد 8 ناقص 2 ويساوي 8 ناقص 2 6 زائد 8 6 زائد 8 هاي بنحط 6 على 1 ضرب سبادلي 6 في 8 ثمانية واربعين 1 في 1 في 1 على 1 في 8 ثمانية ويساوي الجواب 49 على 8 اذا كان 2 زائد التكامل من 3 إلى 2 ألف دارسين ناقص التكامل فما قيمة الثابت ألف يلا الحل هاي لاثنين ما لاش علاقة في الموضوع شو التكامل لاثنين ألف اثنين ألف سين هذا ثابت شو تكامله اثنين ألف سين من وين لوين من الثلاث للخمس يساوي تكامل من الثنين للأربع لألف سين ناقص سبعة دارسين شو التكامل لألف سين ألف سين تربيع على ثنين ناقص سبعة سين من وين لوين من الثنين للأربع ثنين زايد نعوض بالخمسة ثنين ألف دارب خمسة ناقص ثنين ألف دارب ثلاث يساوي نعوض بالأربعة ألف أربعة تربيع على ثنين ناقص سبعة دارب أربعة ناقص نعوض بالاثنين ألف بالاثنين تربيع على ثنين ناقص سبعة دارب ثلاث وتساوي اثنين زايد ثنين ألف خمسة عشرة ألف ناقص اثنين ألف في ثلاث ستة ألف يساوي أربعة تربيع ستعاش على ثنين ثمانية ألف ناقص ثمانية وعشرين سبعة دارب أربعة ناقص ثنين تربيع أربعة على ثنين ثنين ألف ناقص سبعة في ثنين أربعة تعالوا خلينا نجمع ثنين زايد عشرة ألف ناقص ستة ألف أربعة ألف ساوي ثمانية ألف ناقص ثمانية وعشرين ناقص ثنين ألف زايد أربعة ناقص ثمانية وعشرين ناقص ثمانية وعشرين وزايد أربعة ناقص أربعة ناقص ثنين ناقص ثنين ناقص ثنين إذن أربع ألف تساوي ستة ألف ناقص ستة ألف ناقص أربعة تساوي ثمانية إذن قيمة ألف تساوي ثمانية إذن اللاحظ كمان مرة في هذا المثال إنه هذا التكامل محدود بعد ما نكامل بنعوض الحد الأعلى ناقص الحد الأدمى نفس الإشيهان أجل تكامل محدود عوضنا الحد الأعلى ناقص الحد الأدمى انتبعنا السؤال تكامل من ناقص واحد للاثنين لقاف فتح السين دال السين يساوي يساوي قاف السين من ناقص واحد للاثنين ويساوي قاف الاثنين ناقص قاف الناقص واحد قاف الاثنين سبعة ناقص قاف الناقص واحد واحد سبعة ناقص واحد سوى الجواب ستة تكامل من 2 لباء لـ 4 سين دار سين و سوى 24 مما قيمة الثابت باء إذن الحل شو التكامل لـ 4 سين 4 سين تربيع 2 من وين لأوين من 2 للباء بساوي 24 2 1 على 2 4 2 إذن 2 سين تربيع من 2 للباء بساوي 24 2 في باء تربيع ناقص 2 في 2 تربيع بساوي 24 2 باء تربيع ناقص 4 في 2 8 ساوي 24 زائد 8 زائد 8 2 باء تربيع بساوي 24 8 32 على 2 على 2 إذن باء تربيع تساوي 16 باء تربيع تساوي 16 إذن ناخذ الجذر للطرفين إذن باء تساوي زائد ناقص ناقص 4 إذن إما باب الساوي موجب 4 أو باب ساوي ناقص 4 لاحظ كمان مرة جانا متغيرات في داخل التكامل المحدود حطها باء في الحد الأعلى عادي من كامل حتى نصل للقيم نفس الأفكار تكامل من ناقص 2 لباء لثلاث دال سين ويساوي باء ناقص 4 تكامل على طول شو تكامل ثلاث ثلاث سين من ناقص 2 إلى باء تساوي باء ناقص 4 نعوض باء ثلاث باء ناقص ثلاث في ناقص اثنين ساوي باء ناقص 4 ثلاث باء زائد 6 ساوي باء ناقص 4 ناقص باء ناقص باء إذن اثنين باء زائد 6 تساوي ناقص 4 ناقص 6 ناقص 6 إذن اثنين باء تساوي ناقص 10 على اثنين على اثنين إذن باء تساوي ناقص خمس كمان وتغير با حل اثنين للأربعة قاف السين دالسين بساوست تعطاني اياها هذه كلها كتلة واحد اذا ما فيش يختر انا كامله نيجي للثاني من اثنين للأربعة لاثنين قاف السين زائد با سين دالسين يساوي ثمنطاش وصحنا نوزع تكامل من اثنين للأربعة قلنا الاثنين تطلع برة جاهزي قاف سين دالسين زائد تكامل من اثنين للأربعة لبا سين يساوي دالسين يساوي ثمنطاش اثنين درب الحين التكامل من اثنين للأربعة لقاف سين دالسين اعطاني اياها كمعلومة سوى ستة زائد سوى التكامل لباسين باسين تربيع عثنين تكامل باسيني باسين تربيع عثنين من اثنين للأربعة يساوي ثمنتاش نبسط اتناعش زائد نعوض الأربعة في الأولى بافي أربعة تربيع عثنين ناقص بافي اثنين تربيع على اثنين ساوي ثمنتاش اتناعش زائد أربعة تربيع ستتاش على اثنين ثماني با ناقص ثنين تربيع أربعة على اثنين ثنين با ساوي ثمنتاش ناقص اتناعش ناقص اتناعش ثماني با ناقص اثنين با ستة با يساوي 18 نقص 2 يساوي 6 على 6 إذن با تساوي 6 على 6 ويساوي 1 لاحظ با اللي بدلت ثابت با طلعت أنه 1 وبا هان ناقص 5 اللي هي هاي الحل خصائص التكامل المحدود في بعض الخصائص للتكامل المحدود لنشوف لأنه بسهل علينا عملية إجراء التكامل المحدود يقول لي إذا كان الحدود نفسا تطلعش على اختران حب صفر على طول إذا التكامل كان حدوده الأعلى يساوي حد الأدنى خلص ما تطلعش فيه الاختران على طول يساوي الجواب صفر وقال لي إذا كان من ألف لبا لقاف سين دال سين يساوي قيمة مثلا لو عكسنا الحدود ليعطيني نفس القيمة لكن مع تغيير الإشارة نوضح من ثلاثي لثلاث لجذر سين تربيع زائد ثلاثي دال سين ثلاث ثلاث خلص صفر حتى ولو أن وخدناه تكامل تكامل ناقص واحد لناقص واحد واحد على سين قوة خمسة دال السين فورا ساوي سفر لأن الحدين ما لهم متساويات إذا كان تكامل من واحد لثلاث لقاف سين دال السين بساوي خمسة فما قيمة التكامل من ثلاث إلى الواحد لقاف السين دال السين طلع العلاقة واحد ثلاث ثلاث واحد إذن التكامل من ثلاث إلى واحد لقاف السين دال السين نفس القيمة بس مع تغيير الإشارة لأنه فقط هو بس يسوى كان من واحد لثلاث خمسة إذن من ثلاث إلى واحد شو بتكون ناقص خمسة تكامل من ناقص اثنين للثلاث لثلاث يقاف السين دال السين سوى تسعة فما قيمة التكامل من ثلاث إلى ناقص اثنين قاف السين دال السين لاحظ هنا بس في قاف السين هنا في ثلاث قاف السين نقطع الثلاث برة من ناقص اثنين للثلاث قاف السين دال السين سوى تسعة على ثلاث على ثلاث إذن التكامل من ناقص 2 إلى 3 لقاء في السين دال السين بساوي 9 على 3 ساوي 3 بده من 3 إلى ناقص 2 إذن التكامل من 3 إلى ناقص 2 لقاء في السين دال السين من ناقص 2 إلى 3 لقاء في السين دال السين إلى 3 من 3 إلى ناقص 2 حسب الخاصية ساوي ناقص 3 إذن الخاصية الأولى إذا تساوي الحدين صفر وإذا كان بدا نقلب الحدين بتكون القيمة نفسها بس مع تغيير الإشارة طبعا خاصية مهمة وهي خاصية نقول عنها خاصية الإضافة ننتبه عليها كويس خاصية الإضافة حيب دائما نحطها بمخطط شوي ألف جيم ب الخاصية بتقول التكامل من ألف إلى ب تكامل من ألف لب بساوي تكامل من ألف إلى جيم زائد التكامل من جيم إلى ب خاصية الإضافة لو التكامل عندنا كان الحدود من ألف إلى جيم والتكامل الثاني بدأ من جيم إلى ب فإنه مجموحهم للاثنين يعطينا تكامل واحد من ألف إلى ب خلينا نشوف أول واحد تطبيق نشوف طلع عليه واحد ثلاث ثلاث خمس واحد خمس واحد إلى ثلاث زائد من ثلاث إلى خمس البرصة بالخارطة هذا بغلط هذا المخطط يعطيك الإجابة على طول تعالي نقل الخاصية أو التكاملات التالية من الخارطة إذن التكامل من واحد لخمس قاف السين دال السين مساوي حسب المخطط من واحد إلى ثلاث قاف السين دال السين زائد من ثلاث إلى خمس قاف السين دال السين تكامل من واحد لخمس قاف السين دال السين ما هو مجهول تكامل من واحد لثلاث قاف السين دال السين هاي من واحد لثلاث بس في عندنا عقبة فيه لهويش الاثنين موجود الاثنين انا بديش ولا ايش يقدام اذا بجيب هذا التكامل اثنين في التكامل من واحد لثلاث طلعنا الاثنين برا قاف السين دال السين مساوي ثمانية قسم على اثنين قسم على اثنين اذا التكامل من واحد لثلاث لقاف السين دال السين مساوي اربعة اذا اصبحت من واحد لثلاث قاف السين در سين معنا ويساوي أربع زائد من الثلاث إلى الخمس لاحظ أعطاني من خمس إلى ثلاث أنا بدي من ثلاث إلى خمس حسب المقطة وعندي في السؤال من خمس إلى ثلاث معروف سبعة إذا قدس من الثلاث إلى الخمس قلنا حسب الخاصية الجابل بس الجواب ناقص سبعة أربعة زائد سالب سبعة ساوي الجواب سالب ثلاثة إذن التكامل من واحد إلى خمس يقفصين سالب ثلاث نفس الاشي بس فيه هناك بعض الحاجات اللي بدنا نحن نشتغل فيها ما قيمتها لاحظ كمان مرة واحد نين نين خمسة واحد خمسة إذن شيني الاعداد على المخطط واحد اثنين وخمسة حسب المخطط من واحد لخمسة يساوي من واحد لاثنين زائد من اثنين للخمسة إذن التكامل من واحد للخمسة قاف السين مجرد ولا بيش معاه يساوي من واحد لاثنين قاف السين ذال السين زائد من اثنين للخمسة لقاف السين ذال السين نطلع التكامل من واحد لخمسة حسب القاعدة حسب قاعدة الإضافة تساوي من واحد لاثنين في عندي عقبتين عقبة الحدود وعقبة الاثنين نتخلص من عقبة الاثنين أول شيء إذن التكامل اثنين من اثنين للواحد لقاف السين ذال السين ساوي ناقص ثماني على اثنين على اثنين إذن التكامل من اثنين واحد لقاف السين ذال السين ساوي ناقص أربعة إذن من واحد للاثنين شو بطلع جوابها؟ من واحد هنا من اثنين لواحد ناقص أربعة إذن واحد للاثنين أربعة زائد تكامل من اثنين للخمسة لاحظ من اثنين للخمسة بس في عقبة فيه الثلاث نفس الكلام نطلع الثلاث بره نطلع الثلاث بره التكامل من اثنين للخمس لقاف السين دال السين ساوي واحد وعشرين نقسم على ثلاث نقسم على ثلاث إذن من اثنين للخمس لقاف السين دال السين شو نساوي الجواب واحد وعشرين على ثلاث ساوي سبعة إذن من اثنين للخمس لقاف السين دال السين ساوي سبعة إذن سبعة زائد أربعة أربعة زائد سبعة مساوي إهداش هذا التكامل لمين من 1 ل5 وبدهش قيمة من 1 ل5 بده التكامل من 1 ل5 لقاف السين زائد 2 سين اذا التكامل من 1 ل 5 لقاف السين زائد التكامل من 1 ل5 ل2 سين هذا تكامل جاهز شو اعطاني 11 زائد شو تكامل 2 سين 20 تربيع 2 من 1 إلى 5 11 زائد 2 مع الاثنين 5 تربيع 25 ناقص 1 تربيع 1 إذن يساوي 11 زائد 25 ناقص 1 24 سوي الجواب 35 قيمة هذا التكامل لاحظ كمان مرة نمشينا على المخطط لقينا الجواب كل الإجابات موجودة فيه أو معلومات موجودة وجهزناها وأوجدناها عن طريق هذه الخاصية لخاصية الإضافة في نهاية الدرس التكامل المحدود هيك بنكون أنهينا وحدة الأولى ووحدة التفاضل لطلبة الصف الثاني عشر الأدبي والشرعي نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر